الفوركس طريقة تداول موجودة من زمان وفعلا في وقت ما أعتقد كل نطفشنا من إعلانات الفوركس اللي كانت كل شوية بتطلع لنا وبتملي الشاشة وفي اللي بيطلعوا بيقولوا أنا صرت مليونير من وراء الفوركس الفوركس وإلى آخره أو زي اللي شايفينه يعني مثلا أنه يعني كلهم كده بيروجوا للربح السريع في عصر السوشيال ميديا وزمن الكورونا خاصة أنه في كثار عايشين في إحباط واكتئاب من الوضع خاصة لو كمان كانوا من ضمن اللي خسروا وظائفهم وكل هذه الأمور طيب في ظل كل هذا دعايات الفوركس ملت مواقع التواصل وخاصة انستجرام وسنابشات وصار عنده زباين جدد ومن كم يوم سمعنا في السعودية كمان عن مخالفة وزارة التجارة لمشاهير علشانهم نشروا إعلانات مخالفة على سنابشات عن نشاط الفوركس بتهمة تضليل وخداع المستهلكين وتم حتى تغريبهم بإجمالي 160 ألف ريال طبعا الوتر اللي بينلعب عليه هو أنه الفوركس حيخليك موبس غني لكن حر مالك أو مدير نفسك لكن لهذه الحرية شروط ثمنها غالي فمثلا علشان الشخص أصلا يدخل الفوركس لازم يكون معه فلوس وأحيانا كثيرة بينطلق مبلغ تسجيل مهين وممكن يبدأ من 240 جنيه استرليني هذا كله هو لسه ما حقق أي أرباح واستخدام فوركس ما بنبالغ لو قلنا أنه مثل الي نصيب أنت وحدك ممكن تحقق أرقام خيالية أو ممكن تلقى حالك تطالع بلا أي ربح وفوقها تكون بمنطقة خطرة لأنه طبعا أنت لازلت مضطرة تدفع رسوم لو لقيت نفسك بتخسر وضطرت أنك تطلع من لعبة التداول وبالمناسبة في دراسة كمان أن عملت على متداولي الفوركس وأظهرت أنه أكثر من أربعة من كل خمسة بيخسروا أموالهم يعني على قولة الخبراء لتخاطر بدرجة ما تقدر فيها تتحمل الخسارة لكن مع ذلك صرنا بنشوف شريحة كبيرة خاصة الجيل الجديد بينجر بسهولة وراء المغامرة فهل هذه المغامرة يا ترى تستحق؟ ينضم إلينا في الستوديو المختص في التكنولوجيا كريم فريد أهلاً فيك معنا يا كريم أهلاً يا سار دايماً أنت بتخوفنا وبتقول دايماً الحذر 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 في كل المواضيع اللي بنتكلم فيها ديبت أنا حاجة من عندي؟ لا كمان هذا الفوركس نفس الشيء؟ نفس الشيء وأكتر كمان لأن الناس بتركز على أنت حتكسب لكن لو دخلوا على أي ويب سايت حيلاقوا فيه ملحوظة محتوطة كده أكتر من 85% من اللي بيحطوا فلوسهم ويتداولوا في العملات الرقمية أو العملات أو الفوركس أو هان يكون بيخسروا فلوسهم بالكامل بس الناس ما بتقررش من ملحوظ ذلك طبعاً ممكن تشرحنا أنا أول شيء باختصار عشان اللي معارف أصلاً إش هو الفوركس إش هو الفوركس؟ الفوركس ببساطة هو تجارة العملات العملات التقليدية ولكن أنك أنت بتفضل تبيع وتشتري بحجم كبير فبالتالي بتكسب من فرق سعر البيع والشراء خاصة أن العملات الرئيسية زي الدولار والستيرليني واليورو تقريباً بيتحركوا فيه رنج سابت بالناس بتفضل التتاجر صعوداً ونزولاً لو يعملوا مكسب من الموضوع ده زي موضوع الأسهم يعني يحتاج متابعة حثيثة فوق الوصف ما فيش مكسب سهل ومحتاجة خبرة وتاني هو المكسب السريع هو خسارة سريعة جداً فلو أنت ما عندك مش ممتلك للأدوات الرئيسية للمعرفة بكل ما ليه علاقة بحركة السوق متابعة كويس جداً للأخبار وعندك معرفة بتقدير المخاطر وتقدير حجم التجارة أو العملية اللي أنت بتقوم بيها مقارنة المكسب مقارنة بالخسارة المحتملة يبقى هتخسر كتير جداً وللأسف معظم المنصات بتدي للمستخدمين مع دومي الخبرة مساحة أن هم يستلفوا لغاية ألفين ضعف المبلغ اللي يستثمروا أوكي فمثلاً أنت حطيتي مئة دولار في حاجة اسمها لفريج أنك أنت تقدري تتجري لو أنت حطيتي بمئة دولار تقدري تتجري باربعين ألف دولار وفي المقابل كل حركة صغيرة بتعمل فرق كبير على قد ما أنت ممكن تكسب من الفرق ده ولكن الخسارة أكبر بتكون عادة أكبر بكتير ورطة وأسير مديونة وحالة بالوين عادة ما بتددينيش ولكن بتخسري كل فلوسك اللي على المنصة وهنا المنصات لها ألعيب نوعاً ما كتيرة جداً فلو حد يعني ديت لو حد عايز يستثمر ممكن بالعكس استثمر بس إدرس الأول يعرف السوء اللي أنت دخل عليه محتاجت قبل كل شيء تقدر تتحكم في نفسك نفسياً ويكون عندك عقلية أنك أنت تقدر تتحكم في المخاطرة طب ليش التحذيرات المستمرة من إعلانات المشاهير للفوركس إذا أنت بتقول أنها زي كثير منصات أو أشياء أخرى تحتاج لمتابعة وثقافة وواواواواواوا ليش في تحذير شديد على إعلانات المشاهير لأن نوعاً ما فيها تضليل كبير إن أنا لو جيت أكلمك عن المكسب وتجهلت ذكر الخسارة واللي هي نظرياً وإحصائياً الخسارة نسبتها أعلى بكتير من المكسب فإذاً ده تضليل ولما يجي أكلم حد ما عنده أي معرفة بالسوء أو بالعملية دي أو بالفوركس عموماً وأقول له لا أنت حتبقى مليونير ده تضليل لكن أنا أقدر أتكلم إزاي إن أنا أقول له مثلاً والله فيه الإمكانية دي للمكسب ولكن فيه إمكانية دي للخسارة قبل ما تدخل لازم تعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة ولكن المشاهير بيكسبوا هنا من أكتر من مصدر مصدر الأولاني إن هما بيكسبوا إن كل مستخدم بيسجل هما بياخدوا نسبة على كل عملية يعملوها يعني المنصة عشان تقدر تجري على أي منصة أنت بتدفعي يا كوميشن يعمولة على كل عملية يا بتدفعي زي مصاريف إدارية على كل عملية المؤثر أو أي أن يكون الشخص اللي بيقول للناس تسجل عادة بياخد نسبة على كل عملية بالتم وده با ديفولت مش نظرية مؤامر يعني ده حاجة معروفة ويعني ليجة شرعية وكل ما يروج وكل ما شخص يشترك كل ما هو بيزيد نسبة رفعه وهو بيكسب أكتر بكتير جداً فبالتالي اللي المؤثر بيعمله هو بيخلي الناس تاجر وتخسر وهو بيكسب ولكن هو ما بيعملش حاجة لأنه بيكسب بفلوس اللي بيتجيله من الناس اللي بتتاجر وتخسر أيها هذا تضييل أكتر طب عندي سؤال والله في شيء بتاعه مني يعني لما بنسمع أن هذول يصاروا مليونيرات من العملات الرقمية هذول صاروا مليونيرات من الفوركس وهذول صاروا مليونيرات من الأسهم وبعدين تجوا طول الوقت أنتوا المختصين تحذرون 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 طب هذول كيف بيصيروا ومليونيرات ليش نحن ما نصير زيهم ممكن تكوني زيهم بس المحتاجة ما تكونيش عايزة تعملي مكسب سريع تكوني صبرة وهدية وتحطي فلوسك وأعصابك في تلاجة لو أدري أني جيت تعمل استثمار أنا لاحب أحطيه في تلاجة ولا ديه في تلاجة بس لو أدري تعمل استثمار وما تسأليش عليه لمدة سنة هنا الخطورة بتكون محدودة جدا فبالتالي لا تقدري أنك أنت بعد السنة تكوني مليونيرة وتعملي فلوس كتير وكل حاجة إذن يعني لما أشوف علامة الربح السريع هذي في أي شيء خسارة سريعة أخاف خسارة سريعة ربح سريع خسارة سريعة يا للأسف مع أن الجملة حلوة كانت ربح السريع طيب نحن بنشكرك على هذه التوضيحات شكرا كان معنا في الستوديو المختص في التكنولوجيا كريم فريد دائما بنبسط بوجودك معنا وانا كريم شكرا 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 مشاهدين نفاصل ونعود شكرا